بسم الله والابن والروح القدس مرؤون ليه مرؤون كانوا دايما بيهتموا بالخارج ودايما الخارج عكس الداخل اهتمامهم الاول هو ايه هو الخارج تنظيف الكؤوس من الخارج التنظيف الاطباق اللي بيأكلوا فيها من الخارج القبور مبيضة منين من الخارج طب الداخل دايما بيبعكس الخارج عشان كده قال لهم المسيح المرؤون المظهرية او الشكلية في العبادة عشان كده مر جوم يسألوا المسيح يقولوله كده لماذا يأكل تلاميذك بايد غير مخصولة يقولوله او ايد دنسة او نجسة قال لهم كده ليس ما يدخل الانسان هو اللي ينجسه لكن ايه ما يخرج من الانسان زاك ينجسه وشاور لهم على النقطة المهمة اللهم لانه يخرج منين من القلب انا عايزكوا تهتموا بالايه بالداخل القلب توا دايما بصين على اللي برة ومهتمين باللي برة لكن المهم ايه ما يخرج من القلب ومرة تانية عاتبهم المسيح بعد معجزة شفاء المولود اعمى لما قعدوا يحاولوا المسيح ويقولوا المولود اعمى ان اللي فتح انك ده رجل خاطي يقولهم كده في الاخر لو كنتم عمياناً لما كانت لكم خطية يعني لو قلتوا ان احنا عميان محتاجين نفتح انا هشتغل معاكم لو كنتم عمياناً لما كانت لكم ايه خطية طب المشكلة في ايه ولكن الان تقولون ان انا نبصر فخطيتكم باقية دي مشكلة الانسانة ومشكلة كل واحد فينا ان انا دايماً اشعر ان انا ايه ابصر جيداً وما اهتمش بالايه بالداخل دي كانت مشكلة الكتب والفرسين يشعرون ان انه نبصر المسيح ادهم الحل قال لهم قولوا بس ان انتوا عميان وانا هشتغل معاكم مش ليس الاسحاء يحتاجون الى طبيب بل المرضى انا جيت عشان المرضى لكن لو انت بتعتبر نفسك من الاسحاء يبع عندك مشكلة عشان كده اهتم دايماً بالايه بالداخل ما يخرج من ايه من القلب عشان كده احنا اخذنا كل واحد فينا دعي عليه اسم المسيح اخذنا اسم المسيح واخذنا روحه الكدوس واخذنا البنوة واخذنا امكانيات كبيرة قوي لكن اين حياة المسيح في حياتنا يقول كده بولس الرسول لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا انا اخذت اسمه واخذت روحه طب حياته ظهر في حياتي حياتي المسيح ظهر في حياتي في سلوكي القلب بيخرج منه ايه عشان كده نلاقي دايما كان عن المسيح في اي مكان يروحه يقول كده كان الجميع يسحمونه ناس كثيرة قوي بتتبع المسيح لدركة ان جي المفلوج معرفوش يدخلوا من الباب من كتر الناس فطلعوا من فوق يقول ما عرفوش حتى يدخلوا من الباب من كتر الزحمة لكن دي تبعية حقيقية الجميع يصحمونه انا ماشي في تبعية حقيقية لكن اين الجميع دول ساعة الصلب ساعة بستانج السماني اين التبعية الحقيقية عشان كده راجع نفسي ايه تبعيتي الحقيقية هل هي من القلب ولا بس مجرد شكل خارجي يقول لهم كده المسيح يعتبهم يقول لهم انت جويت ورايا في مرة عشان اكلتوا من الخبز فايه شبعتم لكن اعملوا للطعام الايه لا للطعام الباقت بل للطعام الباقي الى الحال الابدية اهو الطعام الباقي للحال الابدية عايز افحص اعماك قلبي ابص دايما لايه للداخل مش للخارج المسيح يعتبهم ويقول لهم ان انتو بتعشرون النعناع والشبس والكمون يجيبوا الحزمة ويخرجوا لايه العشور يطلعوا العشور بتاع لايه الحزمة لكن تركتم اسقل الوصايا الرحمة والايمان والحق ساعاتنا بقع في الحتة دي ممكن ناجي قبل التناول واقول لابونا انا شربت مية الساعة 12 وخمسة او 12 وعشرة وبقى مضكك جدا طب اخبرك ايه مع اخوك اللي انت مخصمه ليه تركت اسقل الوصايا ومسكت في 12 وخمسة ولا 12 وعشرة ربنا عايز ينظر للايه للقلب ربنا عايز ينظر للايه للقلب عشان كده كده ربنا كان في العهد القديم يقول لشعبه كلمة مهمة قوي كان دايما لو بتقروا في العهد القديم تلاقوا دايما ربنا يقول لشعبه تقدسوا تقدسوا لاني اصنع في وسطكم عجائب بس هصنع في وسطكم عجائب لما ايه لما تتقدسوا مرة شعب اسرائيل رح هزم اريحة اريحة دي بلد كبيرة قوي وبعد هزمته لأريحة وانتصاراته دخل بلد صغيرة اسمها عاي صغيرة خالص لكن انهزم امام عاي فيشوع فضل يصرخ لربنا ازاي يا رب دا احنا لسه منتصرين على اريحة البلد القوية ننهزم قدام بلد صغيرة قالوا لان في وسطك ايه في وسطك حرام يا اسرائيل في خطية مستخبية جوه مش تعرف تنتصر الا ما تطلع اللي ايه اللي مستخبي في القلب طول ما هو جوه في القلب الشيطان هيباليه نصر عليك اول ما تخرج اللي في القلب وتقدم توبة واعتراف هتاخد النصر وفعلا جابوا العمل كده وانتصروا بعد كده على على عاي مرة تانية يعني بناخد امثلة للتبعية اللي مش حائية شعب اسرائيل بعد ما ربنا عمل معاه معجزة كبيرة انه خرجوا من ارض مصر وشق البحر وعداه طلع موسى لربنا على الجبل والشعب تحت موسى تأخر شوية فالشعب قال له هارون كم قسنا علينا قالها تسير امامنا يعني احنا عايزين ايه عايزين قالها تانية طب فين التبعية فين التبعية الحائية لله يقول لكم قسنا علينا اهلها تسير امامنا مش بس كده لان موسى الرجل الذي اصعدنا لنعلم ماذا اصابه دايما اللي مش باصس على القلب دايما بيشوف نفسه هو يبصر جيدا لكن اللي قدامه هو اللي ايه هو اللي غلطان فربنا قال له كده قال لي موسى اذهب انزل لانه قد فسد شعبك الذي اصعدته من ارض مصر ويقول له كلمة صعبة قوي يقول له كده لانهم زاغوا سريعا زاغوا سريعا مش تبعية حائية من القلب افحص ايه افحص القلب وانظر يقول له كده زاغوا سريعا عن الطريق الذي اوسيطهم به لان ما كانتش تبعية حائية من القلب نيجي الواحد تاني برضه تبعية مش حائية الشاب الغني يقول له اريد ايه انا اتبعك عايزة مش معاك يا رب يقول له احفظ الوصاية يقول له هذي حفظتها منذ ايه حدثتي حفظت كل الوصاية بس هو فعلا حفظ كل الوصاية يعني بص للقلب وضكك ولقى نفسه ان هو حفظ كل الوصاية الحقيقة ان هو محفظي اهم وصية تحب الرب الهك من كل ايه من كل قلبك لان كان فيه محبة تانية مسيطرة على القلب طب هو ليه قال كده هذي حفظتها منذ حدثتي لانه ما بصش لايه للقلب ما دقكش ان فيه محبة غريبة مسيطرة على محبة الله ومعطلة انه التبعية بتاعته الحقيقة فيه معطلات ممكن تعطل تبعيتي الحقيقة للمسيح من يعرفها كل واحد فينا لا يعرف الانسان الا روح الانسان كل واحد فينا عارف المعطلات اللي معطلات عن التبعية الحقيقية للمسيح عشان كده النهارده المسيح جايby يقول كل واحد فينا اهتم بالداخل اهتم بالايه بالداخل زي كده ما قال لملاك كنيسة سردوس ده أسقف يقوله كده أنا عارف أعمالك انت ليك اسم انك حي بالاسم بالشكل وانت ايه وانت ميت انت ليك اسم ليك شكل لكن من الداخل انت ميت فيقوله كده العلاج بقى للمسيح يقوله لكل واحد فينا النهاردة يقوله كن ساهرا وشدد ما بقى يعني لسه يا رب ممكن تقبل ما بقى اه هقبل ما بقى بس كن ساهرا وشدده وغيره حتى لو اللي بقى ده حاجة قليلة لكن عند المسيح حاجة كبيرة قوي شدد ما ايه ما بقى كل واحد فينا كده النهاردة المسيح بيقوله شدد ما بقى وافحص اعماكك وايه واتبعني تبعية حقيقة من القلب ربنا ادينا دايما تبعية حقيقة زي ما بنقوله كده في التسبحة نتبعك بكل قلوبنا لإلهنا كل مجد وقرار